اشتركوا في القناة لأن عمرها تجاوز المئة فقال لها سأجعل الحجاج يكتب في ورقتين الأولى يعدم والثانية لا يعدم ونجعل ابنك يختار الورقة قبل تنفيذ الحكم فإن كان مظلوما نجاه الله فخرجت الأم والحزن يعتريها فيتعلم أن الحجاج يكره ابنها والأرجح أنه سيكتب في الورقتين يعدم فقال لها ابنها لا تقلق يا أمه ودعي الأمر لي وفعلا قام الحجاج بكتابة كلمة يعدم في الورقتين وتجمع الملأ في اليوم الموعود ليروا ما سيفعل كلثوم ولما جئ بكلثوم إلى ساحة القصاص قال له الحجاج وهو يبتسم اختر واحدة فابتسم كلثوم واختار ورقة وقال اخترت هذه ثم قام ببلعها دون أن يقرأها فدهش الوالي وقال ما صنعت لكلثوم لقد أكلت الورقة دون أن أعلم ما بها فقال كلثوم يا مولاي لقد اخترت الورقة وأكلتها دون أن أعلم ما فيها ولكي نعلم ما بها لننظر إلى الورقة الأخرى فهي عكسها فرضر الوالي إلى الورقة الباقية فكانت يعدم فقالوا لقد اختار كلثوم أن لا يعدم كثيرون إذا وقعوا في مشكلة من يأسهم ويفكرون كيف يخرجون منها قد يكون الحل متاحا لديك ولأنك قلت لن أستطيع لم تستطع يومكم سعيد